في حال وصولكم للقصر المرادية في مئة يوم الأولى ما هي أبرز القرارات الثورية التي سيتخذها غاني مهدي أريد أن أغير ذهنية المواطن الجزائري الذي يتفرج وينتظر أن تمطر السماء ذهباً وفضاً أريد من المواطن الجزائري أن يعلم بأن قدرات بلادنا وطاقاته لن تغير شيئاً في حياته إذا لم يتغيره الكثير من شبابنا يظن أن حياته سوف ترقى إلى ازدهار ورقي عندما يصبح في الضفة الأخرى لن تتغير البتة لماذا؟ لأنك في داخل رأسك أنت مسجون يجب أن تحرر نفسك قبل أن تحرر القيود التي هي خارجك بلادنا لم أرى هذه المشكلة الجزائري مشكلة الذهنيات طبعاً هذه الذهنيات التي هي حاصلة تحاصل هذه المشكلة التي تحرر نفسها في حياته كما يقول الفرنسيون إذن معركتكم الأولى ستكون معركة الذهنيات نعم المشكلة الأولى ليست مشكلة سياسية وليست مشكلة اقتصادية كما يظن البعض لكنها مشكلة أخلاقية المجتمع الجزائري يعاني طبعاً ضد منح سكنات الاجتماعية ببلاش أنا أريد عوض أن تبني لي مسجد لا يريق لي ولا يرقى إلى طموحاتي ويذوب كالزبدة عندما أضع أسبوعي ويبني لي هندي والله صيني لا يعرف حياتي ولا يعرف ثقافتي ويبني لي باطة حسردين أعيش فيها أنا أولادي لمدة 20 سنة هذا سجن آخر يبنيه للمسؤول أريد أن يعطيني الإمكانية باش يكون راتب 20 مليون و30 مليون وفي آخر سنة أشتري الشقات الذي أريده أو أبني البيت الذي أريده يعني جزائر مساحتها شازع أقول للمسؤولين أرني السوق وأنا سوف أبني اقتصاد بلدي لا أريد منك مالاً أحد الوزراء قال مؤخراً بأن الدولة تصرف على الطالب الجزائري 70 مليون في العام أنا أقول له أعطي 20 مليون وخليه يوكل وحده يسكن وحده يلبس وحده لماذا أنت تتحكم فيه؟ لأن ذهنيتنا ومنظومتنا التي بوليت مدر الاستقلال طبعاً أفكار نقطة مهمة جداً هؤلاء الناس الذين جعلوا أننا وكما قال ملك ابن النبي سوف نصبح عمالاً وبناتاً لبلادنا عندما نتوقف عن انتظار يد العون من المسؤول ومن الحكوم هذه هي مشكلة الجزائر غني مهدي سياسة السوسيال أو الدعم الاجتماعي المبالغ فيه لأن الجزائر الآن بصراحة ألفة ينتظر فقط ماذا تعطيه الدولة أنتم ستحاربون هذه السياسة طبعاً يحز في قلبي وأتألم كل الألم عندما أرى كل الإنجازات التي تحدث في بلدي يبنيها غيرنا رانا نسب في الشهادة رانا نسب في ذاكيرتنا رانا نسب في ذاكيرتنا